صعب يعني ما بيجينا حد طبعا فيه تحاليل ممكن نقلبها لكن الحقيقة فيه حاجات ببنش في التحاليل العادية يعني ممكن نقطر عشان قدر أحلف وأقول إن الحاجة دي موجودة أو نقصة لنأخذ عينة من الشعر أو عينة من الجلد مش سهل إنها أعمل كده لكن ممكن بنعمل إزاي بنقدر إن إحنا ناخد نسأل الأم أو نسأل السيدة أو الرجل نوعية أكلك إيه طريقة أكلك إيه بتاكل إزاي؟ هل بتاكل طبق صحي متنوع فيه كل العناصر الغذائية والخضار والفكهة اللي مفروض تأخذهم؟ ولا بتعتمد مثلا على نوع معين من أنواع الأكل؟ ودايمكن بنشوفه كمان قوي في الأطفال اللي هما البيكي إيترز اللي هما بيبقوا دايما بينتقوا الأكل ويحددوا دي قصة تانية بيحتاجوا تدخل علاجي الحقيقة كل ما يبقى الأكل بتاعي متنوع عشان بيبقى صعب إن الأم تحفظ كل عنصر من العناصر الغذائية دي موجود في إيه؟ مش كل العناصر ممكن بنقدر الأم تقدر تعرفها لكن دايما بقول الأكل بتاعنا المصري الصحي البوتاجينس اللي فيه تنوع اللي فيه تنوع اللي فيه خضار الأخضر والدهون الصحية المخ أوميجا 3 ده 60% من وزن المخ دهون هاخدها منين؟ هاخدها من دهون صحية ولا هاخدها من عكو دهون مهدرجة ومتحولة ومتأكسدة وأوميجا 6 نتجة عن التحمير العالي يعني كل ده الحقيقة يعني بيشكل اللي احنا بنسميه الجوع الخفي ونقصان أو عدم التوزن ما بين العناصر الغذائية المزبوطة فكرة الحياة الصحية ده حاجة الجميع بيطمح فيها والجميع بيبقى عايز أنه يأكل أكل صحي وأنه هو بيكون بيقدم أفضل أنواع الأكل وأفضل حاجات لأولاده فيه زي ما تقولي ترند أو زي ما تقولي هوس عند الأمهات بالفيتامينز كل الأمهات يعودوا فأي قاعدة فيها أمهات تلاقي بيكلموا عن أنا بدي أولادي بيتامين كذا وفيتامين كذا ولا أبدي نوع من أنواع الفيتامين الجيلاتيني جامي بارز وغيرها وغيره بيدي فيتامين بالحبوب والأطفال الأصغر بتاخد فيتامينات بالشراب هل أنا أمه مقصرا أني مش بدي أولادي فيتامين لو ما نشايف أن عندهم أو لو دكتورهم مش مديهم أي فيتامين زيادة مدام هم أصحة وتمام خليبنا أنه زي ما جسمي ممكن يكون محتاج للفيتامينات في أنواع معينة من الفيتامينات خصوصاً الفيتامينات الضائبة في الدهون A وD وE وK لو أخذتهم بزيادة لها أعراض جنبية الحديد لو أخذته بطريقة مش مزبوطة له أعراض جنبية أي أن كان الزينك يعني الفترة بتاعة الكورونا الناس كانت بتاخد ميجا دوزز من الزينك 50 ميلي جرام لفترات طويلة ده له مشاكل وأعراض جنبية فدايماً بنقول الفيتامين ديل مثلاً المغضة بتاعك فيتامين ديل ومن غير ما يروح لأي دكتور أو يكشف ويقولك روح لصيدلية غريبة جداً صدقني أنا شخصياً لما بجي حكتب فيتامين ديل ما بقدرش أن أنا أكتب ميجا دوزز كده غير لما يكون قدامي تحليل أو متأكدة مليون في المية من الأعراض ومن ما ياخد التاريخ مش المرضي بقى التاريخ التغذوي والتعرض للشمس للمريض وساعات مش بقدر أن أنا أكتب ميجا دوزز كده غير لما برضو أبقى شايفة معي تحليل الكالسيوم فالموضوع مش عضلات هو ودايماً عندنا الأطباء يا جماعة يعني الأطباء موجودين في كل حتة وفي الرعاية الصحية والمراكز الصحية الأولية يعني حتى لو مش حقدر أروح لطبيب خاص كل موجود وعندهم الوعي والكافي إزاي أكتب إيه والمين وإمتى والمدة قد إيه يعني هل عمالة على بطال ولا مثلاً فترة معينة هعوض نقص معين سواء للرجل أو المرأة لازم تبتدي تاخد فيه الفيتامينز دي يعني ما بعد الخمسين ما بعد الستين آه دي نقطة مهمة طبعاً